إنه لبنان قراره محتل من الحمسة وسبعين أكيد كلنا شايفين الوضع في لبنان بقى صعب إزاي الاقتصاد نهار جداً والناس حرفياً ما بقيتش لقية تاكل وعلشان كده خرجت الفنانة مجدى الرومي وقالت كلام ولعي السوشيال ميديا مطرح نعيش أبشق وبيسنا وفي ناس كتير جداً هجمتها بسبب التصريحات دي تابعوا معانا الفيديو للآخر علشان تعرفوا هي قالت إيه ويا ترى إيه رد فعلها على الهجوم ده مجدى كان عندها حفلة في أبو ظبي والحفلة كانت مشية تمام والجمهور مندمج معايها جداً ومرة واحدة بدون مقدمات مسكت المايك وقعدت تتكلم عن الأوضاع في لبنان ما يتوقف كتير التام الإنجازات اللي بيشوفها وان مكان كيف ما ممشي بهالبنان وجابت سيرة أبو ظبي في الموضوع وقالت مجدى نالا أبو ظبي الحلوة يلي كل شي فيها بيتحك لنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار ربنا يديم الأرض الطيبة دي لإنها بركة ونعمة كبيرة بسبب الإجرام اللي بيحصل فينا من الناس اللي المفروض مننا ومن هنا بدأت الناس تهاجم مجدى الرومي على السوشال ميديا ومتضيقين جداً إنها وصفت الأحداث في لبنان بأبشع الكوابيس وزعلوا إنها انتقدت لبنان في بلد تانية وفي ناس تانية متضيق عموماً من الكلام اللي قالته طبعاً مجدى ما كانش قدامها غير إنها تطلع وتدافع عن نفسها بسبب حملة الهجوم العنيفة اللي تعرضت لها ونشرت على حسابها إكس فيديو خاص بيها في الحفلة وهي بتتكلم عن حبها اللبنان وقالت وبلدنا لسه جميلة ولسه بنحبه ولسه جنة زي ما هي وهتفضل مهما عملوا فينا ومهما أجرامه وتأكدوا إن الكلمة الأخيرة لربنا الناس مسكت مجدى على إكس وهاتك غسيل ومكوى هجوم بقى وسب وقصف واللي بيتهمها بالعنصرية واللي بيطلب إنها تتمنع من دخول لبنان تاني علشان كده خرجت المطربة أحلام وقررت تدافع عنها وكتبت على حسابها في إكس وقالت إنت بتتكلم مع مجدى الرومي ما ينفعش تتكلم معاها بالطريقة دي أبدا الكلام ده غير موفق تماما ما ينفعش يتقل مجدى الرومي وهي بتحكي عن واضع وعيشة كلكم عايشينها وبتتكلموا عنها في لبنان وهي بتتكلم من كتر ألمها وكملت أحلام كلامها وقالت لبنان بلد عظيمة جدا وأهل لبنان يستحقوا أفضل من كده والست حزينة على وطنها بسبب الظروف اللي وصلت لها البلد بعد ما كانت الوجهة الأولى للسياحة اللي هيبص للموضوع من وجهة نظر أحلام هيحس إن مجدى عندها حق في كل اللي قالته هي من كتر ما هي حزينة على وطنها قالت الكلام ده اللي بالمناسبة في ناس كتير ما عندهاش أي مشكلة معاه مشكلتهم بس إن هي قالته في بلد تاني وكل واحد شايف إن هو اللي صح والباقي كلهم غلط بس يكون إن أحلام تدافع عن مجدى فده موقف جميل جدا من فنانة كبيرة متعودين على مواقفها الإنسانية دايما يا طرق أنتم شايفين الكلام اللي قالته مجدى دا ينفع يتقال ولا الهجوم اللي حصل عليها تستحقه اكتبوا لي رأيكم في الكممنتات وما تنسوش تتابعونا على نجوم الفن